السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم سماح دياب ودي قناتي النهاردة ان شاء الله هنعمل بورتفيشيك او شنطة صغيرة تنفع لكل الاعمار اه ببقرة واحدة بقرة خيط واحدة بس اليزا اه اليزا ديفا او بلس هشتغلها على فاتلتين بابرة مقاس تلاتة تمام اه هنطبق فيها الدرسين اللي اخدناهم قبل كده لتعليم الكوشيه اه هنطبق فيها طريقة السلسلة وغرزة الحش وغرزة النص عمود ان شاء الله والمنزل لكم اه ويلا نبدأ عشان ما نطولش في الفيديو اه هناخد على فاتلتين بيبقى فيه طرف جوة الخيط يعني انا بسحب ده خيط اليز زي ما زي ما قلنا على فاتلتين والابرة مقاس رقم تلاتة وعندنا طرف الخيط اللي هو العادي اللي بيبقى من بره والطرف اللي هو من جوة البكرة بنطلعه اهوات دوت بيبقى الطرف العادي والطرف التاني بيبقى من جوة البكرة بسحب الطرفين اهوات بسحب الطرفين مع بعض بضمهم مع بعض عشان ما اخدش بكرتين خيط تمام وهنشوف هنعمل اي دلوقتي هنبدأ ان شاء الله اه اتنين وثلاثين سلسلة هنعمل اتنين وثلاثين سلسلة زي ما تعلمنا او المقاس اللي انت عايزي يعني انت قدر يتكبري عادي في البرت في دوت المقاس اللي انت عايزي هنعد اثنين وثلاثين سلسلة مع بعض اجي السلسلة طيب ناخده بنا عشان ما ننسيش فتلة من الاثنين انا طبعا عشان قدامي التليفون مش مش مالك الخيط كويس تمام هشتغل اثنين وثلاثين سلسلة ونرجع مع بعضنا وهنا عملنا اتنين وثلاثين سلسلة هنعلى بسلسلة كمان تانية عايزين تكبروا المقاس يعني براحتكم هنشتغل هنعلى سلسلة كمان ونشتغل برزة حشو ايدي برزة حشو تمام احنا خدنا سلسلة واخدنا الحشو بندخل من اللفة ونطلع بلفة بق معايا لفتين على الابرة بطلع بلفتين هنمشي كده لحت اخر السطر وصلنا لاخر وصلنا لاخر السطر عملناه برزة حشو تمام كله اهوز هنرتفع سلسلة واحدة عشان اخر غرزة كانت هيقة شوية منلف الشغل في ايدينا وهنعمل غرزة نص عمود هناخد غرزة نص عمود اول غرزة هتقابلنا اهو هنرتفعنا سلسلة لفينا الشغل هناخد لفه وعند اهو اول غرزة هتقابلنا دي هناخد غرزة نص عمود اهو معايا تلت لفات بلف الخيط وبطلع من التلت لفات وتاني غرزة اهي في السطر تاني غرزة في السطر اهيت هاخد منزلقة تمام هدخل الابرة كده واطلع كده على طول تاني معلش الكاميرا الخيط بعيد عني والتليفون عامل حاجز هاخد تاني واحدة بص عمود اهو وبطلع من التلت لفات واللي بعدها على طول منزلقة هدخل في الغرزة اللي بعدها حرف البي اهو يربيكم موضع حرف البي على طول اللي بعدها وبياخد منزلقة وهمشي الاخر السطر على كده غرزة نص عمود وبطلع من التلت لفات واللي بعديها منزلقة بدخل باخد الخيط وبقفل على طول هيبقى دوت شكل الغرزة معي شكلها شيء جدا لاخر الصف هنشوفها دلوقتي وصلنا هنا لاخر السطر هنعمل دي منزلقة واللي بعدها غرزة نص عمود هنقفل كل سطر لنص عمود تمام تمام نفع من التلاتة ونعلق السلسلة نلف الشراب ندخل في اول غرزة هتقابلنا هنا نقفل بمنزلقة ناخد بصة مع الابرة نخلي بالنا آآ هنا مع الغرز آآ بيني يعني ايه بتبقى ديقة شوية بس لازم عشان ما ننساش غرز مص عمود اهو في حرف البي اهوت اهو حرف البي ربي يكون واضح ناخد بعد ما اخدنا نص عمود هناخد منزلقة نص عمود ومنزلقة هي دي رايح جاي كده الغرزة اللي هتبقى معينا لحد الارتفاع بتاع او الشنطة اللي احنا عايزينه هنرجع بعد كده ونشوف ارتفعنا قدية تانية نص عمود وادي منزلقة بعدين ورزة نص عمود هنتلقى مني التالية بعد كده منزلقة تمام تاني ورزة نص عمود طبعا الخطة عشان فتلتين بس شوية بيعلق آآ مش بشرط مش بشرط تعملوا الغرزة دي ممكن تمشوها على طول البورتيفي او الشنطة غرزة حشو بس انا شايفة ان دي بتبقى متماسكة وشكلها اشيات شوية فممكن غرزة حشو نص عمود الغرزة اللي تريحكم لطول البورتيفي وبعد كده هنعمل القلب بتاعه وهنشوف هنبضل ماشيين كده يعني اللي انا بعملها دي نص عمود ومنزلقة لحد اخر الطول اللي انا عايزة وبعد كده هرجع اقول لكم ارتفعنا قد دقيق وبعد كده نعمل القلب ان شاء الله وصلنا هنا بالطول اللي احنا عايزينه للشنطة طبعا هي هتبتنى تقدري تطويلي او تأثري براحتك في الطول هي هتبتنى هتبقى كده فانا عملتها حوالي سبعتاشر سنتي سبعتاشر سنتي عارض والطول القطعة كلها تبص الغرزة شكلها يا رب تكون باينة مش عارف عاين ولا لأ الغرزة شكلها شجد جدا طول القطعة ستة وتلاتين سنتي ممكن تخليها اقل من كده تطويل تصغري تكبلي براحتك احنا بعدقنا هنا بقو بغرزة حشو تماما اول الغرزة عملناها كانت بغرزة حشو. هننهي برضو الصف الاوليني دوت بغرزة حشو. وهنحط العلامات عشان نبدأ نعمل القلاب وهوريك الزي دلوقتي. هنقفل السطر اللي فوق ده. بغرزة حشو. احنا علفنا الشغل وعملنا سلسلة واحدة. وهنبدأ نعمل غرز حشو. سامحوني ما بعرفش اشتغل. وانا فتحة التليفون كده معلش. التليفون بيبقى بعيد عني. كل غرزة. هنقفلها بغرزة حشو. كل غرزة هنقفلها. هنكمل لاخر السطر. ونرجع تماما. وهنا وصلنا لاخر السطر. بنقفل بحشو. من الاخر. كل الغرز. هنقفلنا بحشو. زي ما قلنا. ممكن ما نعملش الغرزة ديت. ممكن نعمل آآ هيو غرزة حشو لطول اللي احنا عايزينه يعني. ممكن نمشي بغرزة نص عمود لطول اللي احنا عايزينه. لا فيبدأ ف مقام بغرزة معين. انا عاملت ديت شكلها الشيك وكويسة. عادي الممكن لو هنبسطها للمنفذين هنمشيảng مات получ simple حشو على وحشون هنعدي بقى هنا. الخ pesca وهنقسمها بالنص يعني هنا عندنا هنعد هنا هوت نشوف فيه كام غرزة عشان نبدأ نعمل القلاب بتاع الشنط عندنا هنا اتنين وثلاثين غرزة عدناهم الحشو هنقسمهم هناخدوا اربعة في النص بس وهنا سيبنا اربعتاشر وهنا سيبنا اربعتاشر غرزة طيب انا عايزة اعمل مقاس اكبر نفس الحكاية هقسمهم بالنص وهسيب اربعة بس اربعة بس في النص كده اول واحدة اهيت هنحط فيها علامة ونسيب اتنين في النص وناخد الربعة فيها برضو علامة عشان نبدأ نعمل القلاب من هنا هنعمل دلوقتي هنلف على الشنطة كلها كده بغرزة حشو داير ما يدور لحد ما نرجع نوصل تاني هنا الشنطة كلها هنلف عليها بغرزة حشو هنعلب سلسلة وندخل في اول برزة هتقابلنا نقفل حشو هنمشي كده بطول الشنطة لفينا على القطع بغرزة حشو من كل الجوانب هنيجي هنا عمد العلامات عشان قاطر نبدأ نشتغل في القلاب هنشيل اول علامة مش عايزين هتاني خلاص ونعدي الخيط هنعدي الخيط من هنا ونشتغل اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة وارتفعنا اربع سلاسل هنشيل العلامة التانية وننفل هنا بمنزلق مكانها برضو مش عايزين اتنين خلاص هننفل مكانها بمنزلق بس اهي هنعلى سلسلتين واحد اتنين وهنسيب علينا سلسلتين بعد ما افنا الاربع سلاسل افناها بمنزلقها علينا سلسلتين وهنسيب اول غرزة ونقفل تاني غرزة بحشو هنسيب اول غرزة ونقفل في التانية اللي بعدها على طول بغرزة بغرزة حشو تمام بقى عندي فراغ كبير وفراغ صغير اهود فراغ كبير وفراغ صغير هنلف الشغل هنسيب الفراغ الصغير ونشتغل في الكبير تماني عمود بلفتين تمام هنشتغل هنا تماني عمود بلفتين اهو لفتين ونطلع من اتنين نطلع من اتنين ونطلع تاني من اتنين لفتين ادي اول العمود معنا تاني عمود وهنطلع بلفتين لفتين وهنطلع تاني من لفتين اهو تلفتين هنعمل تماني عمود بلفتين نطلع من اتنين ونطلع ناخد خيط ونطلع عندنا تلاتة عمود بلفتين هنكمل تمانية كده خلصنا التماني عمود بلفتين في الفراغ وهنقفل بمزلقة هنسيب اللي احنا شغالين فيها دي اهوت هنسيبها ونسيب غرزة التانية هنسيب واحد اتنين وهنقفل بمنزلقة هنسيبه هنظفه بعدين هنجي بعد كده نسيب غرزة اتنين ده كده اول سطر هنسيب تاني غرزة غرزة اتنين هنعمل سلسلتين واحد اتنين وهنسيب اول غرزة تاني غرزة هنقفل بحشو. تمام? اتكون عندي فراغ تاني صغير هنبدأ السطر الجديد هنرتفع سلسلتين واشتفعنا اتنين سلسلة وهنشتغل في الفراغ فوق كل في كل فراغ عمود بسلسلتين. هنلف كده على الابره. ونشتغل هنا ونشتغل هنا امود. اتنين سلسلة. ناخد لفها على الابره. نشتغل في الفراغ. امود. اتنين سلسلة. لحد النهاية. وصلنا هنا لاخر فراغ. افلنا العمود. هناخد. هنسيب اول غرزة. اللي مش اللي احنا شغالين فيها طبعا. هنسيب اول اول غرزة اهي. اول غرزة والتانية هنقفل بمنزلقة. تمام? نبقى احنا افلنا كده. السطر. تمام? كده افلنا. افنى بمنزلقة. بعد سبنا غرزة. افنى في تاني غرزة بمنزلقة. هنعلى سلسلتين. واحد. اتنين. معلش هو شغله كله في اللاب. بس. ونسيب اول غرزة. هندخل الثانية على طول. بحشو. نعلى. سلسلتين. نلف الشغل تاني. هنعمل في كل فراغ. هنعمل في كل فراغ. من دول ثلاثة. غرزة عمود بلفتين. افلنا السطر. بغرزة حشو. طبعا افلنا هنا. بمنزلقة. ارتفعنا سلسلتين. وبعديها بغرزة سبنا غرزة. وافلنا في التانية بحشو. هنلف الشغل. هنشتغل في كل فراغ. من دول عمود تلات عواميد بلفتين. تلات عواميد في كل فراغ. تلات عواميد بلفتين. بسم الله. هنلف لفتين على الابرة. ندخل. الفراغ دوت. هنطلع من اتنين. نطلع من اتنين. نطلعتين. لفتين. في نفس الفراغ. اهو. لفتين تانين. بكده عملنا في اول فراغ تلات. وفي كل فراغ كده. تلات عواميد بلفتين. تسمحوني. مش ملكة نهائي. وانا بصور ان انا اشتغل بجرعة معلش. عملنا في اول فراغ. تلات عواميد بلفتين. تاني فراغ لحد النهائي. وصلنا. اخر فراغ. واخر. همود بلفتين. هنسيب. اول غرزة. ونقفل في التانية. ومنزل. تمام? كده خلصنا. السطر دمت. هنبدأ السطر التاني. نعلى. سلسلتين. اتنين سلسلة. هنسيب. اول فراغ. وناخد التاني. نقفل بحشو. هنبدأ السطر اللي بعد كده هنرتفع. هنرتفع سلسلة. واللي في الشغل. بسم الله. هنجي في الفراغات اللي احنا عملناها. هنا. هنشتغل عمود. بلفة مش فيها هنشتغل في واحدة عمود. وسلسلة وبعد كده نسيب فراغ ونشتغل في اللي بعد. بسم الله. هنشتغل هنا. عمود. نرتفع سلسلة. هنسيب ده. ونشتغل في اللي بعده. عمود. ونرتفع سلسلة. هنسيب الفراغ اللي بعده. ناخد التاني. اشتغل عمود. ونرتفع سلسلة لاخر السطر. وصلنا للاخر. او لاخر فراغ. هنسيب ده وناخد. كده خلصنا السطر. هنقفل بمنزلقة زي ما تعودنا. يدي عندنا. برزة. هنخش في التاني نقفل بمنزلقة. تمام? ودي كده معنا السطر. هنعط. هنعلى بسلسلتين. واحد. اتنين. ونسيب اول غرزة. ندخل في التانية نقفل بحشو. وقفلنا هنا. بغرزة حشو. هنبدأ السطر الجديد. هنشتغل. في كل فراغ. من الفراغات دي. تلاتة عمود باتنين لفة. زي ما عملنا في السطر اللي ابيضاوت. تلاتة عمود باتنين لفة. هنشتغل في كل فراغ. تلاتة عمود باتنين لفة. يعني هناخد لفتين على بالقبرة. كده. ونعمل تلاتة عمود. احنا كده عملنا اوي فراغ. كل فراغ يقابلنا. هناخدو تلاتة عمود باتنين لفة. هنشتغل في الفراغ اللي بعده. لحد اخر السطر. ووصلنا لتالت عمود. في اخر فراغ. همود بلفتين طبعا. تمام? زي ما تعودنا هنقفل بمنزلكم. واحد. واحد اثنين. هنا. هنقفل بمنزلكم. هنكمل. يعني هنت. هنعلت نسلسلة. واحد. اثنين. نسيب اول فراغ. الثاني نقفل بحشو. اثنى بقرزة حشو. هنرفي الشغل ونبدأ السطر الجديد. هنرتفع اثنين سلسلة. وهنشتغل هنسيب اول عمود. وهنشتغل هنا عمود بلف. وهنرتفع ثاني اثنين سلسلة. ونشتغل نسيب عمود واللي بعضه. هنسيب فراغ وناخد اللي بعضه. كده لحد اخر السطر. ارتفعنا اثنين سلسلة. هنلف على الابرة. نسيب فراغ وناخد اللي بعضه. لنهاية السطر كده. نسيب فراغ وناخد اللي بعضه. كده خلصنا السطر. هنسيب اول غرزة. اول غرزة. نشتغل في الثانية نقفل بمنزلقه. تمام. نشتغل اخر سطر. نعلق اثنين سلسلة. واحد. اثنين. ونسيب غرزة. هاخد الثانية. طبعا دوت عشان نقفل الجناب من نجدعوة بها. هنقفل هنا. بحشو. تمام. هنلف الشغف. ونشتغل اخر سطر. اخر سطر معنا. مش هنشتغل هنا. هنشتغل في كل فراغ تلاتة عمود بلفتين. مش هنا. هنشتغل هنا تلاتة عمود بلفتين. هناخد لفتين على الابرة. تمام. تاني لفتين. لحد اخر السطر في كل فراغ. هيقاملني. هاخد تلاتة عمود بلفتين. كل فراغ. تلاتة عمود بلفتين. لاخر. السطر. هو يمكن كل الشغل. القلاب بتاع الشنطة بس هو شكله شيك. لكن لو هتمشي على الخطوات بالراحة والله يعني زهل. يمكن هو التفاصيل فيه بس عشان احنا مشينا. سطر سطر. فهو التفاصيل شوية. التفاصيل فيه كتير. كل فراغ. هدين طعمون. بلفتين. هنكمل لاخر السطر. هنقفل الشغل. ممكن نقفل هنا نعمل في كل فراغ تلاتة عمود بلفتين. بكل فراغ ونقفل. اخر السطر هنا كده. او انا هعمل عشان ما عنديش من الخيط ده تعني كتير. فانا حابة ان انا اقفل بتلاتة حشو في الفراغ. ده اخر سطر. لو عايزة القلاب طويل هتعملي تلاتة عمود بلفتين في كل فراغ. انا هعمل حشو مش هايزة طويل قوي. فانا هعمل غرز حشو تلاتة حشو في كل فراغ. تلاتة حشو في كل فراغ. لحد نهاية. السطر. ووصلنا لاخر السطر. يعني في الدوم انتالكم. تمام. بقى عندنا كده. وقى عندنا كده. وقى عندنا كده. وقى عندنا كده. وقى عندنا كده. وكل ده ستنظف. ده شكل الشنطة. هنأكله. لما نبدأ نأكل طبعا. هتبعى كده. زي ما قلت لكم. لو حابين هنأكل طبعا الجنب هنحط الطانون من جوة. هوليكم ازاي? زي ما قلت لكم. اه لو حابين تطولوا القلاب عن كده. هنعمل اخر سطر دوت. في كل فراغ انا عملت في كل فراغ تلاتة حشو. اه انت تقدري تعملي في كل فراغ تلاتة عمود بلفتين. فالقلاب هيطول معاك. تقدري تكبري مقاسي الشنطة صغرية. تقدري تسهلي على نفسك بدل الغرزة دية. تعملي غرزة حشو بطول الشنطة او غرزة نص عمود هيبقى شكلها شيك برضو. غرزة عمود براحتك بس عشان ما يبقاش فيها فراغات كتير. اه هنبدأ نجيب البطانة ونقفل الجناب. حواليكم ازي ان شاء الله مع بعض. وهنا ركبنا الشرشيد. حواليكم ازاي دلوقتي. وركبنا الطانة من جوا. بيضة. اخبت الطانة بيضة وقصتها على مقاسها. وركبتها وركبت جنب. هنشوف هنقفل الجنب التاني مع بعض ازاي. تمام? اول حاجة يا اش رشيد. بندخل في كل غرزة. احنا عايزين هنحط فتلتين خيط بنقطع الخيط. وندخلو. في غرزة الحشو اول غرزة اللي احنا عملناها. اهوط. بكل. بكل سهولة. كده. ونقفلها كده. بس بنمشي عليها كلها بنفس الطريقة. هنبدأ مع بعض نقفل الجناب. بابرة التنظيف. تمام? طبعا انا عاملة عشان تقول لها على آآ فتلتين عشان ما تبقى جمدة. ان فتلت اجيبها جفيعا شوية. بس آآ شيك كده وخفيفة في نفس الوقتين. هناخد غرزة مع غرزة. اهو الغرزتين اللي اصدعت. تمام? طبعا هننظف كل جوات بعضين. هنرجع. تمام? ممكن نخليها من فوق. هيبقى شكلها احسن. اهي. بالجنب او من فوق. ما فيش مشاكل. اهي. هنريد اقرب لكم الكمرة. واحنا بنقفل. تمام? هندخل الغرز اللي بعدها كده. ونرجع تاني. لحد نهاية. السطر. تمام? اهو شكلها. اهو شكلها. اهو شكلها. هنقفل باي حيارة. الى نركب الى الايد. انا جبت لها سلسلة. اهو. ده هيبقى شكله. طبعا كل الخيوط دي هاتت منضف اخليه شون. وده شكل شنطتنا. بعد ما خلصت. ممكن نعمل بقى بطونا هنا. او ما نعملش. اه ممكن سوستة او كابسولة. ده حاجة ترجع لكم انتم طبعا. اه الحزان بتاعها. جبت لها السلسلة دي. ممكن تعملوا حبل اللسي. ممكن حشو. غرزة حشو. حزان بغرزة حشو. على مرتين. ممكن اي حاجة دي حاجة بتاعكم انتم. شنطتنا كانت بسيطة. وسهلة. شكلها شيد جدا. حلوة للعيد. شكرا.